أعرب الرئيس عبدالفتح السيسي عن تقديره لحجم أنشطة والستثمارات شركة بريتش بيتراليوم البريطانية المتنامية في مصر وجاء ذلك خلال استقبل الرئيس السيسي الرئيس التنفيذية لشركة بريتش بيتراليوم بيرنارد لوني وخلال اللقاء آخر مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين والمديرة التنفيذية للصندوق وجه رئيس السيسي بموصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين استقبل السيد الرئيس عبدالفتح السيسي السيد بيرنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بيتراليوم بي بي وذلك بحضور المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية والسيد نادر زكي الرئيس الإقليمي للشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس أعرب عن التقدير لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية المتنامية في مصر بما لها من إسهام في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية ويعزز جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتدول الطاقة مؤكداً الأهمية التي توليها الدولة لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة ومن ثم تطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية العالمية وبما يشمل مجال خفض الانبعاثات وتحول الطاقة بالإضافة إلى إنتاج الهايدروجين الأخضر سعياً لزيادة الاستكشافات والإنتاج وتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة من جانبه أعرب رئيس شركة بي بي عن اعتزازه وتقديره لمقابلة السيد الرئيس مؤكداً محورية الشركة الاستراتيجية بين النصر والشركة التي امتدت على مدار ستين عاماً وأشهد السيد بيرنرد لوني بما حققتهم مصر تحت قيادة السيد الرئيس على صعيد التنمية خاصة في مجال البنية التحتية بما ينعكس إيجاباً على مختلف مسارات الاستثمارات وخاصة في الطاقة والطاقة المتجددة بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية في شرق المتوسط لنقل وإسالة الغاز وكذلك للربط الكهربائي وعرض رئيس شركة بي بي كذلك خطط الشركة الاستثمارية مع شركائها في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية موضحاً أنها تبلغ ثلاثة ونصف مليار دولار كما نوها إلى الجهود الجارية بالتعاون مع وزارة البترول لدعم بناء قدرات الكوادر البشرية العاملة في مجال الطاقة في مصر بالإضافة إلى حرص الشركة على الاطلاع بدورها على صعيد المسئولية المجتمعية من خلال تقديم منح للشباب المصريين للدراسة في كبرى الجامعة البريطانية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوي لأنشطة الصندوق والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين من شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية بالتنصيق مع الجهات المعنية في الدولة فضلاً عن المبادرات المقترح توجيهها خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من الصندوق وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق كما صدق سيادته على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير الف وتسعمائة واثنين وخمسين إلى المستفيدين من الصندوق وصدق السيد الرئيس أيضاً على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف إلى الصندوق وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع أن الشعب المصري يكن احتراماً عظيماً وتقديراً خاصاً لجميع أبنائه من الشهداء والمصابين في العمليات الحربية أو الإرهابية الذين دفعوا ثمناً غالياً كي يحيي الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار